مين أم خديجة؟ أم خديجة من المنصورة اتفضل اتفضل يا أم خديجة ازاي حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله الحمد لله دايما نعم لو سمحت يا دكتور بس أنا ما كنتش بصلي فترة كده طيب فأنا الحمد لله الحمد لله يعني رجعت أصلي تاني ومتزم الحمد لله صحة فهل أنا دلوقتي طب يعني الصلاة كانت من الكتابة موقوطة يعني في وقتها ولا أنا ممكن أصلي الفروض اللي فاتتني طيب أجاوب على حضرتك أنت بتسأليني دلوقتي اتفضلي اتفضلي كميلي سؤالك امع ليس أنا أفضل وأنا بصلي دايما يعني بنسى عدد السجدات أنا والله بابقى مركزة خالص وما فيش حاجة تغلاني بس أنا السجدات أيوة لما بسجد بابقى مطلع بطنة السجدت واحدة أو اثنين فبرجي عاسجد تاني أجاوب على حضرتك بس خلينا أقول لحضرتك حاجة ويبدولي كده يا أمو خديجة أن أنت بسبب الصلاوات اللي فاتتك أنت عندك حالة من حالات اللوم النفس وجلد الزاد في أي عاملة وسوسة عندك هل ده كلام صحيح؟ أيوة أيوة طيب حاضر يا جاوبك حاضر طيب أول حاجة بس عشان نجاوب على أمو خديجة أمو خديجة المسألة بسيطة عشان نجاوب على ده إحنا الفتوى مستقرة على أن إحنا بقضاء الفوائت يعني إيه قضاء الفوائت؟ إن الصلاة الفائتة بنصلي قد ما نستطيع ونصلي مع كل صلاة صلاة طيب إذا أنا بعض الناس بيسألوني بعد الشر عن كل الناس وإن شاء الله ربنا يجعلهم طول العمر مع حسن العمل طيب إذا هو توفيت ولسه علي صلوات الله يحمل عنك ليه طيب لإن خلاص إنت مشيت في مسألة التوبة والتوبة تجب ما قبلها يبقى خلاص إنت هتعمل إيه أتقضي ما عليك من الإيه من الفوائد طيب أمو خديجة بتسألني سؤال تاني بقى يبقى عنصلي مع كل صلاة صلاة عنصلي مع كل صلاة صلاة طيب فبتسألني بقى طيب أنا عندي مشكلة إيه اللي حاصل إيه أنا عندي كل ما باجي أسجد أطلق بطنة سجد سجد ولا سجدتين فأنا بقول لها إن أنت لو كان عندك هذا الوسواس والوسواس ده كثير إيه اللي حاصل لازم تأكد فإذا كان ده بيتكرر بكسرة 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 إيه اللي حاصل خلاص إحنا نعمل إيه نحاول إن إحنا نتذكر فإذا تذكرنا وغلب على ظننا إن إحنا لأ صلينا لأ سجدنا سجدتين خلاص إيب سجدنا سجدتين طب ليه مش إحنا عندنا في الصلاة بنبني على الأقل بس المواسوس ده لو إحنا مشيناه إنه هو يبني دايما على الأقل هيزيد الوسواس اللي عنده ولذلك بنعمل إيه أنت تفعلي ما يغلب على ظنك فإيه اللي حاصل طب إيه الدواء بتاعة ده بقى الدواء بتاعة ده لازم نتأكد بقى هل إحنا عندنا ده بقى انتشر في حياتي كلها فوقفها ده محتاج لطبيب إذا انتشر في حياتي ما بقتش الوسواس بس في الصلاة لكن الوسواس في قفل الباب الوسواس في الوضوء الوسواس في كل حاجة يبقى إحنا محتاجين طبيب طيب وإيه تاني ونزكر ربنا ولا نلتفت للوسواس ونزكر ربنا ولا نلتفت إلى الوسواس هي دي الحاجات اللي ممكن ندعو بيها الحالة دي